هذا الاستفاف على هاميش وكده اللي هو انت ايه بادئ مرحلة قالك ان ايه اللي فات كوم ودي كلمة ربعة من كلمات رئيس بكلم اهالي سينة انه اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني طيب ايه اللي فات بالارقام ايه اللي فات يعني التنمية اللي بدأت في سينة من 2014 ايه اللي اتحقق منها لان الرئيس بيقول ايه اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني اللي فات ده تم تنفيذ انفاء سينة في زمن قياسي انت عندك كان كل اللي بيربط سينة بالوادي هو نفق الشهيد احمد حمد بقى عندك الوقت تقريبا خمس انفاء بيربطوا جسد البلد بسينة يعني الوادي بسينة الوقت القياسي ده ليه ليه النهاردة نسمع انه تم تنفيذهم في قياسي لانه الشركات الاجنبية اللي كانت جاية تنفيذ قالك احنا مش هنقدر نعمل انفاء دي الا في 15 سنة يعني نقعد 15 سنة عشان نسلمكم الانفاء لا انت بتتكلم تقريبا انت يعني ما استغرقت سنة اثنين كانت الانفاء خلصان ده رقم واحد رقم اثنين الانفاء دي مكنتك من ايه مكنتك من انك تقدر تتنقل من الغرب القناة لشرقها يعني من الوادي لسينة او العكس في 20 ديئة الانفاء دي اعنا عدينا منها كذا مرة يعني يعني مرينا منها واحنا افضرنا لسينة كذا مرة فده اللي هو ايه الكوم اللي فات يعني يا رئيس بقول اللي فات كوم واللي جاي يكون فالكوم اللي فات في مسألة الانفاء دي اللي خلتك تتنقل من الوادي لسينة او العكس في 20 ديئة شبكة الطرق في سينة تقريبا زادت خمس اضعاف حجمها من 2014 ل22 زادت خمس مرات طيب زادت ارادات قناة السويس بعد ما عملت القناة الجديدة ما احنا هنا بنتكلم في تنمية سينة التفريعة اللي كانوا بيقولوا عليها او الترعة اللي كانوا بيقولوا عليها او مش عارف ايه اللي كانوا بالترعة او عليه فاذا بيك بعد التفريعة دي بعد القناة الجديدة يزيد ارادات القناة 3 مليار دولار طيب تم انفاق 4 مليار دولار على تطوير وتحويل ميناء العريش لميناء محوري في المتواصل اللي سأل لك ان عندنا ميناء العريش ده ميناء كبير ميناء عالمي يتطور فتم انفاق 4 مليار لتحويل ميناء العريش الى ميناء محوري في المتواصل صرف الصح زادت التغطية من 17 ل40% بتكلفة 4 مليار جنيه انا بقول لحضراتكم انا احنا بنتكلم ايه في الكوم اللي فات اللي قول رئيس قالك اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني طيب اضافت الدولة 420 ميجا واط للكهرباء وانفاق 18 مليار جنيه استثمارات في مجال البترول واكتشافات حقول الغاز كل ده في سينة يعني كل ده حصل في سينة تم اقامة 17 تجمع تنموي متكامل لأهالي سينة ب6 مليار جنيه وتم بناء 4 مدن جديدة بتضم 50 الف واحدة سكنية قادرة على استيعاب 1.5 مليون نسم انشاءه تطوير 151 مدرسة متوسط الكسافة هناك زي ما شفنا النهاردة 29 طالب فقط طيب اذا ده غير المشروعات الصغيرة ومتنهيات الصغر اللي وفرت 90 الف فرصة عمل وضخت للدولة حوالي 2 مليار جنيه ده الايه الكوم اللي فات يعني الرئيس هنا المعدات اللي رايحة بتتحرك النهاردة اللي شايفين حضراتكم استعراضها ده اللي هي رايحة سينة عشان تكمل عملية التنمية فاللي حصل من التنمية كوم اللي هو انت المشروعات اللي انا كنت بقول لحضراتكم عليها دي وصلت الى 610 مليار جنيه انفاق عليه الناس احيانا تقول لك الفلوس واحنا الديون والقروض والبتاع ما هو انت حقيت ده في استثمار والاستثمار له عائد بالمناسبة العائد ده بياخد وقت اه بياخد وقت طيب اذا هي دي كانت المهمة بتاعت النهارة استعراض المعدات اللي رايحة تكمل عملية تنمية سينة وزي ما قلت لحضراتكم ده لكم اللي حصل هناك لسه بقى اللي جاي هيبقى اضعاف بقى جرى في السنوات اللي فاتت لكن كان فيه شوية قيم كده شوية قيم اللي هو يعني اليوم كان يوم عرفان بجميل اهل سينة لانه اهل سينة تحملوا مواطني سيناء اللي هم المواطنين المصريين الذين يعيشون في سيناء الدولة المصرية مواطنين الدولة المصرية اللي موجودين في سيناء تحملوا الكثير تحملوا من وجود الإرهاب وتحملوا من الإجراءات اللي عملتها الدولة سعوية الجيش أو الشرطة وهو بيواجه الإرهاب لأنه خلي بالك أهالي سينة كانوا بين شقاي راحة زي ما بيقول جماعات إرهابية بتهدد ودولة بتعمل إجراءات هذه الإجراءات كانت صعبة جدا على أهالي سينة وبالمناسبة ناس كتير جدا كانت بالتاجر بهذه الإجراءات تقول لك شوف أهالي سينة عملوا فيهم ايه وادوهم فين ونقلوهم منين وبيوتهم ايه والتفتيش ايه والحظر ايه والمنع الاتصالات ايه والشبكات ايه كلام كتير جدا كان كل ده في اطار الاجراءات اللي الدولة لازم تعملها وهي بتواجه الارهاب هنا اهالي سينة دفعوا تمن كبير ولذلك كان الحرص على ايه ان الشركات بتاعة اهالي سينة هي اللي تشتغل في عملية تنمية لها الاولوي ولذلك بقول انه هذا اليوم مش يوم سيناء فقط ولكن هو يوم الشعب المصري اللي يعني الرئيس الحقيقة بيدين طول وقت له بالشكر وبيقدم له الشكر والعرفان به انه الناس تحملت بشكل كبير لو المصريين لو المصريين اللي هم في المحافظات الاخرى تحملوا فالمواطنين المصريين في سيناء تحملوا يمكن عشر اضعاف لانه ما كانش بس ظروف الاقتصادية لا ده كان كمان ضغوط الارهاب وضغوط الاجراءات اللي بتعملها الدولة ليه مواجهة الارهاب اشتركوا في القناة